لأن فصل الشتاء على الأبواب وبعد المآسي الكبيرة التي شهدها خلال السنة الماضية أين حصد القاتل الصامت العشرات من المواطنين جراء انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مختصون يدعون لضرورة الصيانة المسبقة لمختلف الأجهزة والمعدات نحن فيها يعني أعوان مختصين فيه تقنية مختصين وين يرفع هذه النقاط النقاط السوداء على مستوى المعدات قال هذه المدفأة ليش المكان تحهنة عدم استعمال سخن الماء مثلا في المنطبق عدم يعني كذلك سخن الماء في الحمام في يعني تهوئة كذلك منافذ الغازات المحلوقة اللي احنا هذه اللي تسبب العديد من الضحايا مراقبة مجانية للمعدات توفرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لكن بالمقابل إقبال محتشم وعزوف شبه تام عن العملية من قبل المواطنين حيث لا يزيد عدد الطلبات عن ثلاثة آلاف طلب من بين سبعة ملايين مشترك مراقبة مجانية بطلب الزبون للمعدات التي تشتغل بالغاز على المستوى الوطني حتى الآن حقيقة نشوف أن سبعة ملايين زبون فيما يخص الغاز إلا أربعة آلاف طلب وخرجة نقمنا بها لأننا لا نستطيع أن ندخل للمنزل في هذه الجراءات للمنزل عائلة ونراقبه وإنما هي أمور قانونية أن رب المنزل أو صاحب هذا المنزل هو ليطلب تدخل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووفق دراسة خاصة تؤكد أن ثمانين بالمئة من الوفيات المسجلة بسبب ثاني أكسيد الكربون سببها اللامبالات وعدم صيانة مختلف الأجهزة والمعدات اشتركوا في القناة